شوف تحد قدامك قبل كده هو ماشي تلقيته بيحدف مشت رجلو القدام وعاوز تعرف ايه المشكلة اللي عنده او يعالجها ازاي او انت عندك المشكلة دي ان انت دايما عندك شكوط في مشت القدم او الفود دروب وعالجه ازاي وإيه اللي انحراف القوامي دوت وبيحصل من ايه؟ تعال اقول لك اهلا بيكو في حلقة جديدة مع او كابتن اوكا والنهاردة معنا انحراف قوامي جديد وهو الفود دروب او السكوط نشط القدم وقدامك قولنا كلمة انحراف قوامي يبقى لازم نضيفه عندنا هنا في القناة عشان احنا رايبين كل الانحرافات القوامية وازاي تعالجها وبتحصل بسبب ايه و ايه مشكلتها ولازم نحلها وانت في بيتك احنا مفيش حادث ما تعيش وانت عندك انحراف قوامي انحراف قوامي ده تفضل ماشي بيه مظهر مش كويس بيبتدأثر على الاعصاب يعني سلبيات كتير جدا بيتعب نفسية اللي قدامي او الشخص اللي قدامي فليه تعيش وانت عندك مشكلة ويقدر تحلها بنفسك الانحرافات القوامية بتحصل بسبب عادات كتير غلط في حياتنا او يعني عيب خلقي بيحصل لي بس لازم اصلا نفهم هو بيحصل بسبب ايه عشان ازاي نعلم احنا قلنا الجسم دايما بيبقى من قسم اللي ترسمين انتريور مصل او انتريور بوزيشن والبستريور بوزيشن او العضلات الخلفية او بستريور مصل فدايما عندي عضلة قدام وعضلة وراء العضلة الاقوى بتشد العضلة الادعاف عليها فبتعمل عندي انحراف قوامي فدايما الحلقات بتاعت الانحرافات القوامية ببتدي تكوي عضلات واعمل استطالة ومرونة في عضلات هليني نشرح دلوقتي الاكشن او الحركة اللي بتحصل في الفوت عشان يحصل لحد اسمها الفوت دروب دي وانا دايما وانا ماشي تلاقي مش تريدلي ساقت لقدام وانا ماشي دايما تلاقي مش تريدلي ساقت مني مش عارف اتحكم فيه طب انا اصلا مش تريدلي بيطلع ازاي وينزل ازاي ايه اللي بتحكم فيه في التلوع ونزول انا عندي اكشنين وانا واقف بطلع بالانطل او الانطل بتاعي بيبتدي يعمل اكشن ان مش تريدلي يطلع لفوق وده اسمه الدرسفل اكشن وان انا انزل لتحت ان مش تريدلي ينزل لتحت وده بإسمهысه دول الأجسينين اللي المفصل بتاع الأنقل بعمله لما المفصل بيعمل الأجسينين دول قلنا ده مفصل عامل حركة فمشه المفصل هو اللي بيدو يعني المفصل هو اللي بيساعدني على الحركة بس أصدت ده عضلات هي اللي بتدي الأجسين فأنا لما بعمل بلانت رفلكشن بشغل عضلات الجستورانيوميس والسوليس أو عضلات القالف أو عضلات السمانة من وراء طب ولما بعمل الدرز فلكشن بتشغل عضلات المحيطة بقصبة الرجل وهي الانتيريور تيبياليس أنا و أنا ماشي يا كابتن مشت رجلي بيسقط مني يعني مش قادر أرفع مشت رجلي طيب إحنا قلنا رفعت المشت من إيه؟ من عضلات المحيطة بقصبة الرجل أو الانتيريور تيبياليس يبقى هي دي اللي عند المشترة دلقتي أنا مش قادر أعمل كونتراتشن عليها مش قادر أطلع مشت رجلي يبقى إيه اللي بيسحب رجلي لتحت العضلات اللي وراء اللي هي عضلات السمنة و هنشوفها دلوقتي عشان ابتدى اقول عضلات اللي قدام هنبدي الاول بالتقويات لعضلات محيطة بأسرابه الاوقangen هنعمل لها التقويات بتاعتنا وازاي ما نواقف كده هبتدي انزل لتحت احنا قلنا بنعمل دورس فليكشن هنزل لتحت واطلع الوضع التسعين وهنزل تاني واطلع الوضع التسعين عشان اقوّل عضلات بتاعة اصابة الرجل وما تطلعش فوق التسعين خالص عشان كده انت هتبتدي تقوي السمانة لو طلعنا فوق التسعين وعملنا البلانت رفلكشن هو ده اللي هيقوي السمانة اللي هي اصلا قوية عندنا ولسه ما عملاش ليها الاستطوالة بتاعتها هبتدي اشتغل في الاول المجامع بتاعتنا من اربع مجامع لستة مجامع والتقرارات بتاعتنا من عشر الى خمستاشر وبعد فترة استمرارية هنبتدي نزود شوية ونهصلها للفشل في كل مرة يعني كل مجموعة هبتدي لعبها لحد محس ان عند قصبة رجلي بدأت تشد مش عاوز اوزان خالص مع العضلة دي زي ما انا شغال بوزني دي اسمي بس هبتدي اطلع وانزل ولازم ابقى صبرت في حاجة ماسك في حاجة وزي ما انا شغال هبتدي اشتغل كل مجموعة لفلير بتاعنا من اربع مجامع لستة مجامع زي ما انا بعمل في الفترة دي التقويات لعضلات المحيطة بقصبة الرجلي لازم اعمل الاستطالة للعضلات بتاعت السمانة او الجسترانيميس والسوليس او عضلات القلب بشكل عام زي ما نواقف كده هبتدي انزل لتحت وهبتدي ازبط في وضع النزول دوت وهبتدي ازبط السبات بتاعنا من عشرين سانية لحد اربعين سانية وهنبتدي نعملها نفس الكلام المجامع بتاعتنا من اربع مجامع لست مجامع ونحاول نبعد عن تقويات السمانة الفترة دي على قد ما نقدر لو عاوزين يدخلها ممكن يدخلها كل عشر ايام او كل اسبعين مجموعة او مجموعتين تقوية باوزان متوسطة او بالباديويت عشان العضلة دي برضو ما نهملهاش انا بديها نسبة شغل لابن النسبة لازم تكون 2 الى 1 او 3 الى 1 يعني الانتيريور تبياليس تشتغل اكتر من عضلات القلب او عضلات الجسترانيميس عشان ابتدي ازبط الوضع ده بعد ما قلنا تمارينات التقوية وتمارينات الاطالة طب يا كابتن هل انا دلوقتي بتمرن في الجيم وشفت الحلقة دي وتخضيت هل انا يعني مجبر ان انا العب تمارين بتاعة الانتيريور تبياليس دي عشان ما يحصليش الانحراف ده عشان خاطر السمانة متقواش ويحصل لي المشكلة دي لا ممكن ما تلعباش خالص طب طول يا كابتن ازاي انت لو شخص طبيعي بتمشي كتير فانت غزبا عنك وانت ماشي انت بكنترول على مشت رجلك فطول ما انت ماشي في الشارع العضلات بتاعة الانتيريور تبياليس دي شغالة اتنين الى واحد للسمانة يعني العضلات اللي عند القصبة دي شغالة اتنين الى واحد للسمانة 90% من الناس اللي بيحصل لها الفود دروف ده ناس يا عندها مشاكل منذ الصغر عندها مشاكل في النمو يا اما عندها مشاكل لها مشاكل قاعدت في البيت فترات طويلة حركتها قليلة جدا شخص مش اجتماعي كان بيحب القاعدة في البيت كتير ما بيمشيش كتير ما بيخرجش كتير الحركة بتاعته ضعيفة جدا لدرجة ان هو وصل ان عضلات المحيطة بقصبة الرجل هي اللي ضعفت قوي عشان توصل معها المحارة دي لكن انا شخص طبيعي بمشي بس في الشارع هتلاقى عندك الانتيريور تبياليس ده ممكن تكون اقوى من السمانة كمان مش عايز اقولك يا بتبقى اتنين الى واحد في الحركة اليومية عشان كلا ما بنزل للجم ممكن تلقينا باللعبة كتير للسمانة او للكالف عامة وبنلعبتش للعضلات المحيطة اللي قصبت الرجل خالص الحلقة انا عارف انها صغيرة بسيطة بس كنت لازم اعملها عشان احنا قلنا ان حراف قوامي يبقى لازم نثبته معانا في الحلقات بتاعتنا عشان ما يبقاش نقصنا اي حاجة وما فيش حد يعد زي ما هو عدل من نفسك انت حر في نفسك عيش حياتك بصورة حلوة وتمتع بيها ما تقولش لأ ده ربنا خلقني كده ادام المشلية كلها في عضلات العضلات اللي بتخلينا اميل ناحيتنا العضلات اللي خلينا اميل ناحيتنا وعيش حياتك بحرية ما تقولش لأ انا استسلمت وخلاص انا فضلت زي مانا اسلنا بقعد على مكتب اسلنا 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 وتفضل عايش زي مانت عالي من نفسك وعيش بطريقة كويسة بدا وقاتيد لو شك الحلقة الحد هنا ما تنسنيش بالدعاء بتاعك وقاتيد لو عربيتر مش تستخدم فيها ان تعمل الحلقة لايك كان معكم